اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم سيناريوهات المرحلة القادمة في سوريا خصوصا بعد استشهاد جنود أتراك في قصفا للنظام السوري على إدلب لإطار حملته العسكرية الأخيرة التي أدت إلى نزوح 300 ألف مدنيا على الأقل ما هو الهدف الروسي من دعم التصعيد العسكري الأخير في شمال سوريا وإلى أين ستمضي الخلافات التي بدأت ملامحها تظهر بين موسكو وأنقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل تصعيد النظام هو إشارة على سحب موسكو لتعهداتها وضماناتها واتفاقاتها مع أنقرة فيما يخص الملف السوري وكيف ستتعامل أنقرة مع محاولة موسكو فرض واقع جديد في سوريا هل باتت المناطق شمال سوريا يحكمها منطق رفع التصعيد لا خفضه وهل يمكن أن تسير الأمور إلى صدام عسكري غير متوقع ماذا وراء تصريحات الخارجية الإيرانية التي أبدت تفهمها لقلق بعض الدول مما يجري في إدلب وطالبت في الوقت ذاته بالسماح للنظام بأن يقرر مصيره بنفسه هل عادت طهران لتنسيق عمليات ميليشياتها مع موسكو خصوصا بعد الهجمات الأخيرة المتزامنة بريفي حلب وإدلب وهل من أطراف دولية أخرى تتفاعل فيما يحدث شمالية سوريا أسئلة سنحاول الإجابة عنها مع ضيوفي من أنقرة البحث في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط الدكتور علي باكير ومن موسكو الأكاديمي والباحث السياسي يفجيني سيدروف كما يشاركنا الحوار من غازي عنتاب الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد فايز الأسمر نبدأ النقاش بعد التقرير على قصف النظام السوري رد الجيش التركي بقصف مدفعي مكثف تزامن مع مئة قذيفة هاون ضاربا ستة وأربعين هدفا للنظام في إدلب شمال سوريا ليحيد العشرات من عناصره بعد استهداف قوات تركية ذلك الرد الذي وصفه الرئيس أردوغان بالمناسب مستمر في إطار عمليات هدفها حماية المدنيين في مناطق خفض تصعيد الجيش التركي قام بالرد المناسب على من قصف موقعنا بشمال سوريا تم تحيد خمسة وثلاثين عنصر من قوات النظام لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هجوم قوات النظام على جنودنا في إدلب وسنواصل عملياتنا العسكرية في سوريا لحماية أشقائنا في إدلب وضمان أمن حدودنا وإذ يظهر الغضب جاليا في خطاب الرئيس التركي وتحديدا عند حديثه عن الجانب الروسي الذي دعاه إلى عدم وضع العراق لأمام بلاده فإن أنقرة ترى في التزام موسكو بالاتفاقات الثنائية شمال سوريا الصيغة الأمثل لتجنب مزيد من التصعيد ملوحة بالتدخل إن لم ينتهي النظام وحلفائه عن خطواتهم الحالية تزامنا مع ذلك يرسل الجيش التركي قواته الخاصة معززا وحدات عسكرية منتشرة على طول الحدود السورية بولاية هطاي والدعي لهذه التحركات مساع تركية لوقف قصف مكثف تحالف فيه طيران النظامي والطيران الروسي على مناطق خفض التصعيد مهددا ما تبقى من منازل المواطنين سواء منهم المهجرون أو الذين لم يغادروا بيوتهم بعد أبدأ نقاش مباشرة نبدأ مع ضيفي من أنقرة البحث في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط دكتور علي باكير دكتور علي أهلا ومرحبا بك في عقاب التطورات الأخيرة والاستشهاد عدد من الجنود الأتراك في قصف للنظام السوري كيف تنظر أنقرة إلى مفهوم خفض التصعيد ونتائج المسارات التي كانت من المفترض أن تفضي في النهاية إلى حل سياسي للأزمة في سوريا مساء الخير لك ولضيفك الكرام والسعادة المشاهدين أعتقد أن الجانب التركي بات يرى أن الاتفاقات التي تم ذوقعها واتفاهم عليها مع موسكو بخصوص الوضع السوري أصبحت قابقة وسينة وأدنى من الهيار الشامل النظام تجاهل بدعم من روسيا تحذيرات سبق لأنقرة أنقالتها قبل حوالي أسبوع من اليوم حيث قالت وزارة الدفاع بأن أي هجوم على مواقع المراقبة التركية سيتم الرد عليه بحزم وطبعا الجانب الروسي بدعم النظام في اختبار الموقف التركي وكان الرد حاسما أعتقد أن هناك الآن مسؤولية على موسكو في إيقاف نظام الأسد هو يتبع سياسة القضم والهضم منذ مدة ليست قصيرة بالتالي هناك حاجة الآن لإعادة باعتقاد يرسم قواعد اللعبة من جديد وإلا سيكون على موسكو تحمل تبعات انهيار الوضع بكامله في هذه الحالة قد يستطيع نظام الأسد أخذ المزيد من الأراضي لكن هل سيحل ذلك لموسكو مشكلة شرعية النظام مشكلة إعادة اللاجئين مشكلة المسار السياسي مشكلة إعادة أعمار سوريا لا أعتقد أن روسيا ستستفيد في هذه الحالة لذلك أعتقد أن الجانب التركي الآن سيتواصل على أعلى المستويات مع روسيا لإعادة رسم قواعد جديدة للعبة تضمن التزام النظام هل مفهوم خفض التصعيد سيكون جزءا من هذه القواعد الجديدة هل من الممكن له أن يعود للحياة لم يكن هناك خفض للتصعيد بتاتا النظام السوري منذ أكثر من سنة يحاول قدم المزيد من الأراضي في إدلب تحت ذرائع متعددة منها ذريعات محاربة الإرهابيين ونحن كما نرى لا يسقط من هذه الهجمات إلا مدنيين وبالتالي أيضا هو عليه اتزامات الجانب الروسي أيضا يتذرع بهذا الأمر لكن في المقابل لا يضغط على النظام لتقديم تنازلات في المسار السياسي لا يضغط على النظام للالتزام بمخرجات اتفاق جينيف واتفاق الأسيتانة وسوتي لا يضغط على النظام للتفاوض على وضع الدستور الجديد وبالتالي هذه المعادلة غير قابلة للاستمرار بشكلها الحالي باعتقادي ويجب أن يتم وضع قواعد جديدة للوضع في إدلب أنتقل إليك ضيفي من موسكو الأكاديمي والبحث السياسي إفغيني سيدروف موسكو لم تكتفي بإطلاق يد النظام في المناطق المتفقة على خفض التصعيد فيها بل ساهمت بسلاح الجوة التابعة لها في قصف هذه المناطق ما الذي يتبقى أيضا من مفهوم خفض التصعيد بالنسبة لموسكو نعم أسأل خير لك وللأستاذ المشاهدين وضيوفك الكرام أعتقد أن ما تبقى من خفض التصعيد هو ما تم ما سبق وانتم الاتفاق عليه بين روسيا والتركيا نحن أحيانا أمام مفارقة مفادها أن مخرجات ونتائج كل اللقاءات اللقاءات القمة التي كانت قد جرت سابقا كانت من أول نظرة إيجابية وكان هناك اتفاق وتفاهمات ما بين موسكو وأنقرة ولكن ما إن بدأ تطبيقها على الأرض حتى حدث ما حدث وهذا يدل برأي على ربما السوق على سوق التنسيق ما بين الأجهزة زادة الصلة لكل من تركيا وروسيا ومن هنا فلابد كما أعتقد من تفعيل هذه الأليات هل يمكن أن يؤدي سيد فجيني سوق التنسيق إلى هذه الحملة الواسعة التي يشنها النظام تحت مظلة من الطيران الروسي على المناطق التي من المفترض أنها تخضع لخفض التصعيد أي يجب الحفاظ على مستوى من الهدوء بموجب الاتفاقات لا ولكن الاتفاقات استثنت من خفض التصعيد سواء من الهدنة أو من وقف إطلاق النار بعد التنظيمات الإرهابية أو كل التنظيمات الإرهابية ومنها بطبيعة الحال هي التحرير الشام وهي تسيطر على معظم المناطق بمحافظة إدلب هذا أمر معروف للجميع وبالتالي عندما تدور أو تجري هناك مواجهات عسكرية لابد من أن نأخذ بعين الاتفاق هل تم استثناء المستشفيات والمراكز الطبية والمساجد أيضا سيد يفجيني من هذه الاتفاقات بالنسبة للمستشفيات والمنشاة المدنية روسيا ترى أن نشر الأدباء بهذا السدد أمر كاذب تماما واستمزاز إعلامي هذا ما كان قد ركز عليه بعض المصادر العسكرية سابقا في روسيا وهي تنفي تماما وهي تقول أن ضرباتها أو استدافاتها لتحمل إلا طابع انتقائي وتستاجف مواقع تابعة للتنظيمات والفصائل الإرهابية حصرا نعم انتقل إلى ضيفي من غازي عنتاب العقيد فايز الأسمر الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العقيد بماذا تشي خريطة الاشتباكات الحالية في رفي إدلب وحلب وما الذي يمكن أن تشهده الأيام القادمة بناء على هذه الخريطة مساء الخير أخرائد يعني حقيقة كأن الجيش الروسي ومحلليهم والروس كلهم منفصلين عن الواقع اتخذوا من شماعة الإرهاب ذريعة لقتل المدنيين وقصف المساجد وقصف الأسواق وقصف السجون وتدمير البيوت على أهله ويطلع بقليع من قاتل للإرهاب لو تأذن لي بأن نتكلم في الجانب العسكري نظرا لضيق الوقت تماما تماما بالجانب العسكري لاحظ أن أنت سألت عن اتفاقيات خفض التصعيد أخي رائد اتفاقيات خفض التصعيد منذ لحظة توقيعها هي ساقطة متى احترمت روسيا والنظام التزاماتها هي روسيا مشتركة حتى النخاع في قتل السوريين وفي قصف كافة المناطق من ريف درعة لوصولا للغوطة وصولا لوادي بردة وصولا لريف الرستان هذه المناطق ليس فيها أرهاب ولا فيها جبهة نصرة هي اتخذت من العمل العسكري والسياسي ذريعة لقدم المناطق ولجم المناطق وتقسيمها وتجزئها ولجم البندقية والسيطرة عليها بالتتابع هذا حقيقة الذي يحصل الآن وصلت إلى المرحلة الأخيرة بعد أن مثل ما قال ضيفك من تركيا من اسطنبول أنه هضمت كل المناطق وأن التسلسل الزمني أتى على مدينة إدلب لاحظ أن الآن لم تتزم أيضا وأحرجت تركيا مرارا وتكرارا إن كان أمام الفصائل التي تقاتل معها في درع الفرات وهي الجيش الوطني أو في عفرين بغصن الزيتون أو حتى في إدلب وحتى المدنيين أحرجوا الأيام المقبلة السيادة العقيدة الأيام المقبلة ما الذي يمكن أن تشهده خاصة على جبهات رفيح حلب الجنوبي والغربي بالتأكيد الهدف الآن للروس منذ دخولهم إلى سوريا هي أنه اعتبرت كل الناس هم أرهابيين ويجب استعادة كافة الأراضي الخارجي عن سيطرة النظام إليه الآن الهدف المرحلي اللي لاحظناه بعد ما سيطرت على معارة النعمان كمشت موازات الطريق الام خمسة وتريد الوصول إلى مدينة سراقب ولكن الجيش التركي وضع ثلاث نقاط في محيط مدينة سراقب إذن هم يريدون تأمين الطريق الدولي هم لم يكتفوا بالمناطق شرق الطريق الدولي ام خمسة ولكن تعمقوا باتجاه القرى التي تقع غربه للوصول إلى مدينة أربعة وهذا سبب كان التصادم التركي مع قوات النظام عندما أرادت أن تصل إلى طريق الام أربعة وتعدت على النقطة التركية وتعدت بالأمس على الرطل التركي نذر المواجهة منفتحة منذ لحظة التصريح السيد أردوغان بأن روسيا لا تحترم التزاماتها وهي مشاركة النظام في قتل السوريين نعم هذه الفقرة أصبح واضحة سيادة العقيد نذر ربما نعود إلى نقطة أخرى بعد قليل مشاهدين الكرام قبل الانتقال إلى المحور الثاني الذي سنناقش فيه مصير الاتفاقيات المبرمة بين أنقرة وموسكو في حال تصاعد التوتر بين الطرفين نصارت هذا التقرير الذي يوضح جزءا من تلك الاتفاقيات على الجغرافية السورية اتفاقية سوتي بين رئيسين التركي رجب طيب أردوغان وروسي فلاديمير بوتن غيرت بصورة حاسمة خريطة السيطرة على الأراضي السورية الشمال السوري بعمق ثلاثين كيلو مترا كان الأكثر تأثرا لتظهر على طول الحدود مع تركيا ثلاثة أشكال من مناطق السيطرة المشترك بينها خلوها من الميليشيات التابعة لجماعة بيكيكي الإرهابية في الشمال الغربي حيث إدلب التي تتعرض من وقت لآخر لهجمات قوات النظام وحلفائه على الرغم من كونها ضمن مناطق خفض التصعيد فإنها قاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري المعارض وهذه السيطرة تمتد مع قوات مشتركة من الجيش التركي إلى مناطق عملية درع الفرات وحتى عين العرب وهنا تبدأ منطقة الدوريات التركية الروسية المشتركة بعمق عشر كيلو مترات وفق اتفاق سوتي وتنتهي عند حدود تل أبيض حيث تبدأ منطقة خاضعة بالكامل لسيطرة المشتركة من الجيش التركي والجيش الوطني السوري المعارض حتى حدود ما بعد رأس العين مرة أخرى تبدأ دوريات تركية روسية مشتركة إلى الحدود مع العراق كما لروسيا قواعد عسكرية عدة أبرزها في الوسط السوري حيث قاعدة تدمر وهي مجهزة بمروحيات مختلفة المهام وعلى الساحل الغربي كما نشاهد هنا قاعدة أحميميم الجوية ستون طائرة حربية وطائرات تجسس وإلى جنوبها قليلا قاعدة طرطوس البحرية مجهزة بعشر سفن حربية وأربع غواصات قادرة على حمل الصواريخ أما الوجود الأمريكي فقد تقلص بصورة كبيرة بعد انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها وتمركز جزء منها في مناطق آبار النفط شمال شرق مع تواجد صغير إلى جانب قوات فرنسية في الرقة ودير الزور وجنوبي الحسكة مع احتفاظها بقاعدة التنف جنوب شرق سوريا ولإيران أيضا وحلفائها مناطق سيطرة تشير أغلب التقديرات أن أكبرها في الشمال السوري حيث معامل الدفاع بمنطقة سفير وتنتشر ميليشيات إيرانية في جنوب دمشق وريف حلب الجنوبي وريف حمص الشرقي ويضاف إليها مواقع حزب الله الموجودة قرب الجولان وفي أرياف القنيطرة ودرعا ودمشق الغربية كذلك وفي أغلبها كما تشير بيانات غير رسمية مقرات لمقاتلين ومخازن أسلحة دن مشاهدين الكرام بعد هذا الاستعراض للزميل محمد سليمان أعود إلى ضيوفي ومباشرة إلى ضيفي من أنقرة دكتور علي باكير دكتور علي العلاقات بين البلدين متشابكة وكثيرة وفي أكثر ملف على أكثر من صعيد كيف يمكن أن يكون مستقبل هذه العلاقات وكيف يمكن أن يكون تأثير هذا التصعيد الذي يحصل الآن عليها دعني أقول لك أولا المصالح التي تجمع روسيا بتركيها على المستوى الثنائي مصالح كبيرة جدا اقتصاديا وسياسيا وأيضا عسكريا مؤخرا أيضا بالرغم من الخلافات التي كانت تحصل بين الجانبين في سوريا إلا أن كلاهما كان يسعى لجسر الهوة بين الفينة والأخرى وذلك من خلال التواصل على أعلى مستوى بين الرئيس أبدوغان وبوتين لكن الخلاف الحاصل اليوم باعتقادي هو الخلاف الأكبر بين الطرفين منذ أن اتفقوا على العمل سويا على تسفية سياسية في سوريا هذا يعني أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مهددة فعليا ما لم تقم روسيا بلجم نظام الأسد وإلزامه بالالتزام بهذه الاتفاقات الآن مصدقية الجانب الروسي على المحك هل من طرف مستفيد من تهديد هذه العلاقات بين أنقرة وموسكو دكتور علي؟ بالطبع النظام السوري مستفيد إيران مستفيد هناك لعبون آخرون أيضا مستفيدين لكن لا أعرف إذا كانت موسكو فعلا تعتقد أنها بسياساته هذه التي تدعم من خلالها النظام لقدم المزيد من الأراضي ستكون مستفيدة أم لا إذا كانت تعتقد أنها ستكون مستفيدة فهذا باعتقاد التقييم لو توقفت في عجالة دكتور علي مع الاستفادة التي قد تحقيقها إيران من تهديد العلاقات بين أنقرة وموسكو ما هي هذه الاستفادة من وجهة نظرك؟ طبعا السيطرة على المزيد من الأراضي ومزيد من النفوذ على النظام السوري الآن نحن نعلم أن العمليات التي يشنها النظام السوري في إدلب وغيرها من المناطق بدعم جوي من موسكو ما كان لها لتتم أيضا لو لا التواجد الإيراني على الأرض النظام السوري غير قادر على السيطرة على الأرض بالتالي هو يستعين بميليشيات إيرانية وميليشيات موالية لإيران أيضا من المنطقة من العراق من لبنان من أماكن مختلفة بالتالي النفوذ أيضا وسيطرت إيران على الأرض ستزداد ونحن نعلم أن هناك خلاف إيراني روسي غير ظاهر للعلن نعم دعني أنقل النقطة المتعلقة بالخلاف نعم دعني أنقل النقطة المتعلقة بالخلاف الإيراني الروسي لأستاذ يفجيني سيدروف ضيفي من موسكو هل عادت الميليشيات الإيرانية للتنسيق مع القوات الروسية وخاصة سلاح الجو وخاصة بعدما شهدناه في مناطق ريف حلب الغربي الحقيقة هذا التنسيق لم ينقطع ربما كانت هناك الفترات التي كانت في أثنائها سوء التفاهم أو حتى ربما بعض التحركات المتعمدة ربما من قبل إيران ولكن لا يمكن الحديث بأن هناك أي اتصالات المنتظمة ودورية بين موسكو وتهران كانت منقطعة ولو لفترة قصيرة نسبيا الأمر الآخر هو أن هناك بطبيعة الحال خلافا بين موسكو وتهران هذا الأمر ليس سرا على أحد فيما يتعلق بالنفوذ الذي لتهران ولموسكو في سوريا ثانيا هناك مصالح اقتصادية وتباينات شديدة فيها فيما يتعلق بمستقبل سوريا ربما إيران تكون مستفيدة من تهديد المصالح المشتركة التي تربط أنقرة بموسكو هل موسكو مستعدة للحاق الضرر بهذه المصالح في مقابل إعطاء إيران والنظام الميليشيات الإيرانية أقصد والنظام فرصة للتحرش بالقوات التركية لا أعتقد ذلك الحقيقة أن موسكو الآن مهمتها ربما بالغت صعوبة حتى مقارنة مع تركيا أو مع إيران لأن روسيا لديها علاقات مع كل الأطراف وهي مضطرة ومجبرة في حالات كثيرة لأن تأخذ مصالح كل طرف من هذه الأطراف بعين الاعتبار أثناء من خلال الاتصالات والمشاورات التي تجري باستمرار ولكن الأمر الآخر كما قلت في بداية الحلقة أن هناك سوء واضح للتنسيق وبالتالي ما يحدث الآن بحاجة ربما إلى إعادة نظر وربما تشكيل أليات جديدة للتنسيق على شتى المستويات سواء بين روسيا وتركيا من جهة أو بين روسيا وإيران لكي لا يحدث سوء التفاهم ولكي لا يحدث ما حدث مثلا الليلة الماضية مع القوات التركية نعم أنتقل إليك العقيد فايز الأسمر الضيفي من غازي عن تاب سيادة العقيد بناء على طبيعة التسليح وطبيعة القوات التركية الموجودة في المنطقة الرد التركي المناسب على استهداف القوات التركية هل يمكن أن يأخذ أشكالا أخرى وأن يتطور فيما إذا تكرر هذا الاستهداف برأخرى بالتأكيد أخي رائد يعني لاحظ أن الأرتال التركية التي دخلت منذ الأمس وحتى هذه الساعة هي لم تدخل من أجل تعزيز النقاط التركية الـ 12 المنتشرة في محيط مدينة إدلب هي قوات قتالية وقوات كوماندوس هي راجبات صواريخ مدفعية مدرعات انتشرت ليس في النقاط التركية هي انتشرت في محيط صراقب في محيط طريق الـ M4 الذي أعلنته تركيا منطقة عسكرية والتي استهدفت فيها النقطة التركية حقيقة في الترمبي واستشهد العسكريون الأربعة أو الستة لا أعرف العدد حقيقة هناك الأنباء متضاربة وجرح تسعة من الأتراك وكانت ردة الفعل التركية بتصور مناسبة حيث طالت قصفها كافة المناطق المحيطة في إدلب اعتبارا من نبل والزهراء وصولا إلى ريف حلب الغربي وقواعد النظام والروس في تلك المناطق حتى وصلت إلى مطار جبرم وهناك يقال أنه تم تدمير مروحيتين في هذا المطار الخاص للحوامات في شمال حماء حلب إذن تركيا بتصور أخرائد لن تسمح للنظام والروس بالتعمق باتجاه مدينة إدلب هي بلغ السيل الذبى حيث أنها تعتبر مدينة إدلب حقيقة هي العمق الاستراتيجي خلينا نقول لمناطق درع الفرات وغصن الزيتون لأنه إذا تمت السيطرة على إدلب ستسقط مناطق درع الفرات وتهدد من قبل البيد الذي سيستخدمها النظام في تهديد الحدود التركية والأمن القومي التركي الأمر الثاني تركيا ليست مستعدة إذا تقدم النظام باتجاه مدينة حلب أن تكون هناك موجات نازحين لأكثر من 2 مليون تهدد الحدود التركية دعني أنقل هذه النقطة ولكن من الشق السياسي إلى دكتور علي باكير دكتور علي هل أنقرة في حال انزلاق الأمور ربما إلى مواجهة أوسع من ذلك الأنقرة بصدد دخول مثل هذه المواجهة طبعا الجانب التركي كان قد أوضح كما ذكرت قبل أسبوع بأن أي ضرب من قبل النظام سيتم الرد عليها بالمثل وبشكل حازم وهذا ما حصل بالفعل أما إذا كان السؤال هل أن تركيا مستعدة لانخراط في مواجهة مع روسيا في سوريا أعتقد أنه لا مصلح لا لتركيا ولا لروسيا في حصول مثل هذا الأمر وبالتالي على موسكو حقيقة أن يعني تعيد ترتيب الأوراق من جديد لأنه من غير المسموح للنظام السوري بأن يمارس ما يمارسه إلى أمد غير مسمى يعني ما حصل هو استهداف دقيق ومباشر لنقطة مراقبة تركية وهذا لا يمكن تبريره حتى أي ضرب لا يوجد أي كلام من هذا النوع نعم في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي من أنقرة الباحث في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط الدكتور علي باكير ومن موسكو الأكاديمي والباحث السياسي يفجيني سيدروف كما شاركنا الحوار من غازية عن تاب الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد فيز الأسمر شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من ولا نوقف شكرا